اشتركوا في القناة عامل فرقة كويسة قدر يرجع شيكابالة تاني قدر يرجع حسني عبدالربو انا عايز اقول ان ميدو كان ليه دور كبير فعودت حسني عبدالربو بعد الرباط الصليب التالت يعني حسني عبدالربو عمل تلاتة رباط صليب انا مش بدافع عن ميدو ولا بدافع عن حسني ولكن هنتحلل الموضوع شوية والنهاردة كمان بالليل ان شاء الله اسلام صادق زميلنا عنده حلقة مهمة مع محمد شيحا يتكلم فيها على الاوضاع داخل ناديل اسماعيل لكن انا هكلمكم في الموقف اللي حصل واستقالة احمد حسان ميدو وعلاقته مع حسني وحسني بتعامل يعني في حاجات كده تركيبة احنا فهمينها من بدري ولكن يعني ساعات ما ينفعش تقول ايه اللي بيحصل لكن هقول لكم الاحداث ونحلل كده ونقيم الموقف مع بعض بالنسبة لموضوع ميدو وحسني عبدالربو ميدو ساعد حسني عبدالربو على فكرة عشان يرجع ان ميدو لما يلاعب حسني عبدالربو كل المطشاط وحسني لسه راجع من اصابة وتأهيل وكلام ده حتى لو بيلعب 60 دقيقة ده حاجة ما تزعلش حسني يعني حسني انا مختلف معا ان هو بيزق ان هو خرج من مباراة الاسماعيلي والمحلة في الديقة 60 زعلان مفروض ما يزعلش ان ميدو بيديله على قد اليقى البدنية او قد عودته من الاصابة ومع المطشاط وبالتدريج هنلاقي حسني عبدالربو افضل وفي وقت كتير من المطشاط المدرب بيبقى محتاج ينشط نص الملعب وينزل لعيب يقدر يدافع يقدر يكون اكثر نشاط عشان يقدر يقفله الملعب لغرض معين لغرض فني معين فحسني غلطان غلطان في ايه ان هو زعل مرتين لما ميدو خرجوا من الملعب انا شايف ان ميدو ما اصرش مع حسني فنيا داخل الملعب بالعكس حسني كابتن الفرقة وبيلعب المطشاط كلها لما بيتغير في الديقة 60 ده مش تقليل من حسني وزي ما قلنا لسه راجع من اصابة الثالثة في الرباط الصليبي ودي موضوع صعب جدا خلي بالكو ده موضوع صعب جدا للرباط الصليبي الثالث فان حسني يكون موجود وبيلعب واساسي وكابتن فرقة ده حاجة طبعية ودي حاجة تخلي نقول ان ميدو مغلطش فيه لكن الغلط في ايه بقى حقول انا من الناحيتين ميدو غلطان في ايه وحسني عد رابه غلطان فيه حسني مالوش حق ان هو يزعل ان هو حسني كابتن فرقة وزي ما قلنا ميدو بيدي له الوقت المناسب للعب لازم حسني بقى قدوة لفرقيته انا بتكلم عن الموقف بتاع المحلة يعني مسكين الموضوع كده ايه اول بول يعني مفروض هو قدوة حسني لما يخرج من المباراة يلتزم ويقعد على الدكة ما يبينش حتى اللي هو زعلان ان بدأت اللعبات قلده محمود عبدالعزيز لما اتغير في الماتش اللي فات لما محمود عبدالعزيز اتغير في الماتش اللي فات في الشوت الاول برضو عمل زي حسني وخرج فبقى ايه اللعبة بتقلد حسني قدوة ده رقم واحد رقم اتنين ميدو عنده مشكلة ميدو دايما بيحط في دماغه ان الناس بتتأمر عليه يعني ايه يعني حصلت الكلام ده برضو في نادي الزمالك مع بعض اللعبين الكبار لما كان بيحصل خسار او كده ميدو ممكن بيوصل له معلومات ممكن يكون هو عنده نظرية المؤامرة موجودة احمد حسن ميدو فبيحس ان ممكن حسني عمل عليه مؤامرة والكلام لكن خلي بالكو مجال كورة القدم هتلاقي فيه تقطيع وحتلاقي فيه من تحت لتحت تقبيط ولكن مش لدرجة المؤامرة ان حسني برضو يعني لعب كبير وده ناديه فعمره ما هيعمل مؤامرة على حسني هاجبلكو بقى من ناحية التانية اللعبة احساسها ايه ميدو بيواجه مشكلة من ساعة ما بقى مدرب وهو في سن صغير ايه هي المشكلة ان معظم اللعيبة اللي هو بيدربهم اللعيبة دي كانت لعبت معاه قبل كده يعني مثلا ميدو لما كان ماسك الزمالك كان في الفرقة معاه محمود فتح الله زميله احمد سمير زميله عبدالواحد السيد زميله احمد جعفر زميله سواء في المنتخب او في نادي الزمالك فاللعيب من جواه بيقاش مقتنع بميدو المدرب يقولك يا عم دا كان زميلي وكان لعيب معايا في الفرقة سواء في النادي او في المنتخب وساعات انا كنت بلعب عليه اساسي يعني ميدو في اخر سنتين ما كانش اساسي في نادي الزمالك كان عنده مشكلة في زيادة الوزن والكلام دا فاللعيب من جواه نفسه يقولك ايه يا عم ميدو مدرب عليها ازاي بس يعني يعني ميدو كان زميلي وانا كنت بلعب عليه اساسي وانا عندي انجازات في الكورة وميدو ميدو طبعا افضل لعب احترف خارج مصر انا مش بقولي الكلام دي وجهة نظر انا بقول اللعيبة بتفكر فيه فبيبقى فيه ميدو بيواجه مشكلة مع بعض اللاعبين اللي هم في نفس سنه يعني حسني عبدالرب ونفس سنه فحسني من جواه مش مقتنع ان ميدو يكون مدرب عليه ويقوله تعليمات ويبقى هو يخرجه ويدخله اللعيبة مش مقتنع بالقصة دي فميدو هيفضل يواجه مشكلة في الموضوع دا لغاية ما اللعيبة اللي في سن ميدو تبطل يعني الجيل اللي هو في سن ميدو دا بتاع حسني واللعيبة دي وحسام غالي اكبر شوية هيبقى عنده مشكلة في التعامل مع ميدو فهي الموازنة كده يعني القصة كده ميدو انا شايف ان هو تصرع جدا ان هو يقدم استقالته عادي مفروض ميدو يبقى اكثر احتمالا ميدو هيواجه مشاكل كتير في عالم كرة القدم ان عالم كرة القدم والتدريب هتواجه مشاكل كتير جدا جدا فلازم تبقى انت تصبر ولازم تبقى انت عنيد ولازم تبقى انت بتستحمل ماينفعش مع اول مشكلة انا عارف ان في مشاكل داخل النادل اسماعيلي ويعني كنا بنتكلم انا وميدو برا الهواء من فترة وقال انا عندي مشاكل وفي شوية حاجات مش مظبوطة والكلام ده ولكن لازم ميدو برضو عشان يكمل في عالم التدريب ان ميدو بالسنة دي بصراحة انا بقولك اهو عمل شغل كويس مع النادل اسماعيلي شغل فني كويس مع النادل اسماعيلي فلازم ميدو يبقى اكثر يعني استحمل بالبلد كده استحمل يبقى صبور مش اي موقف حتى لو مع حسني او لعيب كبير يبقى الموقف ده يقصر عليه ويخليه قدم استقالة وانا شايفه انه هو تصرع في تقديم الاستقالة تصرع في تصرحاته انه هو يقول يا انا يا حسني مفروض انت دلوقتي مدرب ما ينفعش تقول يا انا يا كزا والموقف اللي حصل مش مستاهل ان انت يعني ايه تقارن نفسك بحسني دلوقتي ان حسني في مرحلة اللعب وميدو في مرحلة التدريب والموقف مش مستاهل يعني الموقف حسني ما اغلطش الغلط اللي هو يعني نقولي أنا يا حسني يعني حسني حتى لما كان زعلان وهو خارج من الملعب يقابد غضبه من غير ما يوجه حاجة سيئة الميده يعني خد بعضه وراح على قط اللبس وقلنا ده ان ده غلط المشكلة الأكبر ان نكبرها ان هو طارق عبدالرب واخه حسني لما راح يعني زع في المقصورة وشوية تهجم على مجلس الإدارة وقال لهم حسني ما ينفعش يحصل مع حسني خروجه أنا عايزة أبين على فكرة حسني حبيبي جدا ميدو حبيبي جدا طارق عبدالرب وحبيبي الثلاثة بس احنا بنتكلم في الموقف وبنقول مين اللي غلطان أنا شايف اللي اتنين غلطانين حسني عبدالربو فروض ما يزعلش من خروجه من الملعب ان ميدو زي ما قلتلكم ادي له فرص كويسة وده حق حسني على فكرة ميدو مش بيدي حاجة غير حق حسني لكن في بعض الفترات ميدو محتاج تنشيط في نص الملعب حسني لسه رجع من إصابة بقاله فترة فبيجي وقت من الأوقات بيبقى اللي أقل بدنية بتنزل شوية في الشط التاني وده طبيعي جدا الحاجة التانية ان ميدو لازم يبقى صبور لازم يستحمل لازم مش مع أول مشكلة أو أول حاجة يعني يترك الموضوع بالعكس لازم يحافظ على شغله لازم يحافظ على الجهد اللي عمله السنادي مع النادي الإسماعي وزي ما قلتلكم ان في بعض اللاعبين من جواها سنهم قريب من ميدو أو سنهم زي ميدو فمش مقتنعين النيميدو يكون عليهم مدرب لكن أنا شايف النيميدو استعجل في الاستقالة موضوع كبر زيادة عن نزوم استعجل في تصريحاته ضد حسني وما كنتش أحب النيميدو يختم مشواره مع النادي الإسماعيلي بالاستقالة بعد هزيمة من بيتروجيت بالعكس لكنت عايزه يكمل التجربة إنه عامل فرقة كويسة ومجلس الإدارة مساعد وجايب لعيبة والأمور مشى كويس داخل النادي الإسماعيلي لكن الأمور اتطورت بشكل كبير جدا مبارح وتصريحات متبادلة حتى مبارح حسني كان دخل في الأول واتكلم يعني بهدوء والكلام ده لما شاف ان ميدو بعد كده هاجمه وحطه بقى يعني هو يا وجود ميدو يا موجود حسني عبره في الإسماعيلي فالأمور سخنت وبالتالي وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها ده تقييمي للأمور أو وجهة نظري أو شيء من الواقع اللي بيحصل دلوقتي في إسماعيلي ومعيه على التليفون حسني